مثال أذكره لكم رد المظالم وقد سئلت كثيرا عن هذا العنوان أجبت عنه إجابة إجمالية في بعض الندوات المفتوحة لكنني أريد أن أقف عنده الآن في هذه الحلقة ليس بالتفصيل وإنما أوضح لكم الموقف الصحيح من هذا العنوان رد المظالم عنوان غائم وهذه طريقة مراجع الشيعة في سرقة الشيعة هذا العنوان رد المظالم يسوقونه في سياق الخمس الزكاة وسائر عنوان العبادات المالية والشؤون المالية الشرعية فيقحمون هذا العنوان بين تلك العناوان أقولها لكم من الآخر لا يوجد على الإطلاق في فقه العترة هذا العنوان أنا لا أتحدث عن الإطلاق اللغوي فهذا التركيب تركيب لغوي وله دلالة لغوية في ذممنا جميعا هناك مظالم هناك مظالم للآخرين قد تكون مادية قد تكون معنوية ليس هناك من ذمة خالية من مظلمة هؤلاء نحن أهل البشر وهذه طبائعنا فيما بيننا مظالم قد تكون مادية وقد تكون معنوية فأنا لا أتحدث عن المعنى اللغوي قلت لكم رد المظالم تركيب اللغوي له دلالة لغوية أنا لا أتحدث عن هذا رد المظالم قد يؤخذ في سياق الواجبات الواجبات الدينية إذا كان لأحد من حق في ذمتي يجب علي دينيا يجب علي شرعيا أن أرجع الحق إلى صاحبه هذا واجب ديني ولا غبار عليه أنا لا أتحدث عن اللحاظ الشرعي والديني والديني لوجوب إرجاع حقوق الآخرين إليهم هذه بديهيات في ديننا هل أحتاج إلى أن أتكلم عنها كثيرا أنا لا أتحدث عن الجانب الأخلاقي لهذا العنوان رد المظالم أن يسعى المؤمن في تكفير ما في ذمته من المظالم اتجاه الآخرين في أضعف الأحوال أن يستغفر لهم أن يدعو لهم بالخير إن لم يكن قادرا على أن يكفر عن مظالمه اتجاهه على الأقل أن يستغفر لهم أن يدعو لهم بالخير أكانوا أحياء أم كانوا أموات فهذا العنوان رد المظالم له دلالة لغوية وله علقة بالواجبات الشرعية والفقهية في ديننا وله ارتباط بالمسائل الأخلاقية أنا لا أنكر هذه المعاني ولا أتحدث عنها هنا حينما أقول من أن هذا العنوان لا وجود له في فقه العترة الطاهرة حينما يتحول إلى فرض مالي وهذا الفرض المالي يطالب به الإنسان حينما يريد الذهاب إلى الحج يطالبه المعممون به تطالبه المرجعية وأكلاؤها فحينما يريد الشيعي أن يذهب إلى الحج ويراجع المعممين في حساباته المالية الشرعية يطرحون قضية الخمس وقضايا أخرى من جملة ما يطرحون يطرحون هذا الأمر رد المظالم ويفرضون عليه مقدارا من المال فحينما يذهب الشيعي إلى الحج يطرح عليه هذا الأمر وحينما يموت الشيعي ويأتي الورثة لتصفية أموره المالية الشرعية يطرح عليهم هذا الأمر فيأخذ من مال الميت ما هو تحت هذا العنوان من رد المظالم وحينما يأتي الشيعي تائباً من مخالفات شرعية يراجع المعممين في هذا الشأن مستفسراً عن شؤون التوبة يطالب أيضاً برد المظالم وحينما يراجع الشيعي أصحاب العمائم لحساب سنته الخمسية يطرح هذا الأمر عليه أيضاً إلى قائمة معروفة في أوساطنا الدينية وبين المعممين فيطالب الشيعي برد المظالم والأنكى من هذا يصدرون الفتاوى الجميع الخوعي محمد باقر الصادر السيستاني والبقي يصدرون الفتاوى من أن الشيعية لا يستطيع أن يتصرف بماله الذي وضعوا له عنواناً رد المظالم لا يستطيع أن يتصرف فيه وأن يقدمه للفقراء مثلاً إلا بإجازة من الحاكم الشرعي أولاد الحلاش يا مراجع النجف وكربلاء العرش قبل النقش في البداية أين هو هذا التشريع حتى ترتب عليه اشتراط إجازة الحاكم الشرعي لا أريد أن أناقش موضوع موضوع الحاكم الشرعي بحسب فقه العترة الطاهرة مراجع النجف وكربلاء لا حكام شرع ولا بطيخ ولا قنادر حكام الشرع لا بد أن يكون دينهم دين محمد وآل محمد هؤلاء الذين في النجف وكربلاء دينهم دين الطوسي الذي هو دين الشوافع والمعتزلة الشيعة من أتباعهم نصبوهم حكام شرع لا شأن لي بهؤلاء الشيعة ولا بحكام شرعهم هؤلاء حكام شرع بحسب شيعتهم أدي خي مع تمام الاحترام له تعالوا هنا بالبداية ثبتوا الحكم وبعدين اشترطوا الإجازة أساسا من أين جئتم بهذا العنوان وأقحم تموه في عناوين الشؤون المالية الشرعية هذا العنوان لا وجود له أصلا إذا كان هناك من حق مالي في ذمتي لأحد آخر يهجب علي أن أسدد هذا الحق لصاحبه من دون أن يتدخل الحاكم الشرعي على فرض وجوده وحتى إذا أردت أن أخرج شيئا من المال الذي عندي تكفيرا لذنوبي باقتراح من عندي وليس من الشرع باقتراح من عندي وأريد أن أقدمه مساعدة لمحتاج فمن أين جاء هذا الاشتراط أن أعود إلى أخذ الإذن والإجازة من المرجع طريقة لسرقة الشيعة قطعا إذا أردتم أن تناقشوهم سيجعلون الأمر غائما هذه طريقة أصحاب العمائم بعض الفتاوى وبعض العناوين يجعلونها في الوسط غائمة إذا ما اعترض معترض وكان اعتراضه وجيها ولا يستطيعون أن يصرخوا فيه أو يسكتوا سيقولون نحن لا نقول بوجوبها هذا أمر راجع إلى المكلث كذابون وحق الحسين كذابون سفلة لأنه إذا ما سأل أو استفسر ليس معترضا أحد ممن يستطيعون أن يسكتوه أو أن يصرخوا فيه يصرخون فيه أنت أفهم من المرجع هذا الذي يقض عمره يدرس ويحقق ويصدر فتاوى بس من جوه هذا هو الذي يجري في واقع المرجعية وفي واقع الحوزة الطوسية البترية فهذا العنوان رد المظالم لا وجود له في فقه العترة الطاهرة أنا سأقرأ عليكم هذا نهج البلاغة الشريف وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة ميتين وأربعة وخمسين من كلامه المرقم ميتين وأربعة وعشرين ماذا يقول أمير المؤمنين والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا الحسك الشوك والسعدان نبات صحراوي تأكله الجمال تأكله الأباعر فيه أشواك وأشواك مؤلمة ومؤذية فسيد الأوصياء يقول والله لأن أبيت يعني أن أنام على أشواك نبات السعدان والله والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا لست قادرا على النوم فإن الأشواك تؤذيني أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام وكيف أظلم أحدا لنفس يعني لأجل نفس لنفس يسرع إلى البلا قفولها قفولها رجوعها أوبتها إنها قافلة إلى البلا ستبله وتبله وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها هذا هو منطق الدين هناك ظالم ومظلوم بين البشر وهناك حساب شديد في يوم القيامة فعلى الظالم أن يخلص نفسه من مظالم العباد وهو في هذه الدنيا هذه المظالم قد تكون معنوية قد تكون مادية المعنوية لها أسلوبها والمادية لها أسلوبها والمعنوية لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالم لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها هذا هو منطق ديننا ومنطق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي الجزء السادس من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة التاسعة والعشرين إنه الحديث الخامس والثلاثون نقله عن محاسن البرق الكلام كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صعد المنبر بالكوفة فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال سيد الأوصياء وأما الذنب وأما الذنب الذي لا يغفر فالإمام ذكر أصناف الذنب إلى أن قاله وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم أقسم قسماً على نفسه فقال وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَجُوزُنِي ظُلْمُ ظَالِمٍ ولو كف بكف يعني لو أن أحداً ضرب أحداً بكف فلابد أن يضرب بكف الحديث عن يوم القيامة إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه يوم القيامة أقسم قسماً على نفسه فقال وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لا يجوزني ظُلْمُ ظالمٍ ولو كف بكف ولو مسحة بكف حتى لو كان الظلم بمسحة كف وليس بضربة كف ونطحة ما بين الشات القرناء الشات القرناء التي تمتلك قروناً إلى الشات الجماء الشات الجماء التي لا تمتلك قروناً يعني أن القرناء نطحت الجماء في الدنيا فتحشر القرناء مع الجماء كي تنطح الجماء القرناء وبعد ذلك تتحول الحيوانات إلى تراب هكذا حدثونا وإذا الوحوش حُشرت حُشرت للحساب تحاسب وتتحول بعد ذلك إلى تراب حيث تنطح الجماء القرناء كي تأخذ مظلمتها وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف ولو مسحة بكف ونطحة ما بين الشات القرناء إلى الشات الجماء فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة ثم يبعثهم الله إلى الحساب هذا هو قانون المظالم في ديننا في ثقافتنا حتى يستطيع الإنسان النجاة يوم القيامة من هذا الموقف عليه أن يكفر عن مظالمه اتجاه العباد في هذه الحياة بقدر ما يستطيع إذا كانت المظالم معنوية فلها طرقها وإذا كانت المظالم مادية فلها طرقها الأمر شائك وشائك جدا هذا هو الجزء الثالث من كتاب الصدوق فقيه من لا يحضره الفقيه وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة مية وثلاثة وثمانين إنه الحديث العاشر من باب الدين والقرض إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول أول قطرة من دم الشهيد من دم الشهيد الذي يقتل في ساحة المعركة دفاعا عن الدين أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين إلا الدين هذه حقوق الناس فإن كفارته قضاؤه أن يقضى هذا الدين حتى دم الشهيد لن يكفر عن الدين هذا هو الذي بينه لنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه لكل ذنوبه إلا الدين فإن كفارته قضاؤه هذه هذه الصورة تعكس لنا خطر المظالم التي تتعلق بذمة الإنسان أقرأ عليكم من الكهف الشريف الجزء الثاني من طبعة دار دار الأسوة طهران إيران صفحة 343 باب الظلم الحديث الأول بسنده بسند الكليني مصنف الكافي عن سعد بن طريف عن إمام الباقري صلوات الله عليه الظلم ثلاثة ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره الله وظلم لا يدعه الله فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله المعصي والذنوب وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد المداينة المراد منها المظالم إن كانت معنوية أو كانت مادية أعيد قراءة الحديث عليكم عن باقر العلوم صلوات الله عليه الظلم ثلاثة ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره الله وظلم لا يدعه الله فأما فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد مظالم العباد حقوق العباد أكانت معنوية أم كانت مادية الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد قال قنطرة على الصراط المرصاد هو هذا إن ربك لبالمرصاد الإمام يوضح لنا معنى المرصاد قال قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمته لابد أن يكفر عن مظلمته إما أن يكون قد كفر عنها في الدنيا وتخلص منها وإما أن يحاسب عليها في هذا الموقف إن ربك لبالمرصاد قال قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمته الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن شيخ من النخع من قبيلة النخع وهي قبيلة يمانية مشهورة معروفة قال قال قلت لأبي جعفر هذا النخع يقول للإمام الباقر صلوات الله عليه إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يوم هذا كان واليا عند الأمويين فهل لي من توبة إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يوم هذا فهل لي من توبة قال فسكت سكت الإمام الباقر صلوات الله عليه هذا الشيخ النخعي يقول ثم أعدت عليه كررت الكلام فقال لا هذا النخعي يقول فهل لي من توبة الإمام قال له لا حتى تؤدي إلى كل ذي حق حق حينئذ ستفتح أبواب التوبة إليك إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يوم هذا فهل لي من توبة هذا كلام النخعي النخعي يقول فسكت سكت الإمام ثم أعدت عليه أعاد الكلام على إمامنا الباقر فقال لا حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقه صفحة 346 إنه الحديث الخامس عشر بسنده عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة يعني سيؤخذ إلى جهنم سيعاقب بعقوبة جهنمية من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة الحديث العشرون صفحة 347 بسنده بسند الكليني عن الصادق صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم أحدا ففاته ففاته لا يستطيع أن يكفر عن مظلمته هذه من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له كفارة للظالم هذا أقل ما يمكن أن يفعله الظالم بالنسبة للمظلوم هذه نماذج قرأتها عليكم وتعمت أن أنوع المصادر قرأت عليكم من نهج البلاغة الشريف قرأت عليكم من الكافي قرأت عليكم من كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق وقرأت عليكم أيضا من بحار الأنوار حيث نقل لنا حديثا عن محاسن البرقي وهو من كتبنا القديمة المعروفة كتاب المحاسن هذه نماذج من أحاديثنا في هذا الموضوع لو تتبعنا كل الأحاديث فإنها بهذا اللحن وبهذا المضمون لا يوجد أثر إلى عنوان رد المظالم من جملة عناوين العبادات المالية والشؤون المالية والمصارف المالية الشرعية ولا يوجد أثر لذكر إجازة الحاكم الشرعي هذا هو فقه العترة الطاهرة لو كان المقام يسع لأوردت لكم كل الأحاديث في هذا الباب وقرأتها عليكم من مصادرها كي تعرف من أنه لا وجود لهذا العنوان في فقه العترة ولا وجود لهذه الفتاوى من الرجوع إلى الحاكم الشرعي هذه قضية الرجوع إلى الحاكم الشرعي ألعوبة من ألعيبهم لأنهم يعرفون أن شيعة كسالة فإذا ما أخرجوا الأموال تحت هذا العنوان تحت عنوان رد المظالم فإنهم سيعودون بها إليهم ولن يدفعها إلى محتاج يقولون من أن المراجع أفهم منا وأعلم منا وهكذا تسرق الشيعة بمختلف الأساليب من هنا قلت لكم ما يدرس في الحوزة لا علاقة له بدين محمد وآل محمد لا ينفع في الدين ولا في الدنيا وإنما هي وسائل عمل للضحك على ذقون الشيعة ولسرقة أموالهم من الآخر نذهب إلى فاصل ساحب الامر ضاقت السدور فينا ساحب الامر ضاقت السدور سمعني ساحب الامر ضاقت الصدور فينا ساحب الامر ضاقت في الصدور يوم حليف الثأر يا دفر الحسيني ويا حلم الخلق بكل عيني حليف الثأر يا دفر الحسيني ويا حلم الخلق بكل عيني أتاك الدهر يا مولاه يسعى أسير الروح مغلول اليدين أسير الروح مغلول اليدين صاحب الأمر صاحب الأمر رضا صاحب المشاة الله صدور فينا صاحب الأمر رضا صاحب الأمر رضا أي لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أبى القبلتين أي لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أبى القبلتين أي تطاردنا الرماح بكل أرض أي تطاردنا الرماح بكل أرض أي ونقتل كل يوم مرتين أي ونقتل كل يوم مرتين صاحب الأمر صاحب الأمر صاحب الأمر رضا خادم خادم أقرأ عليكم من دعاء يوم الاثنين وهو دعاء مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه فهذه قراءة أسبوعية في هذا الموضوع مما جاء في دعاء يوم الاثنين أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين هذا المضمون على اختصاره جمع كل المطالب في هذا الموضوع هذه الجمل والعبائر بحاجة إلى شرح المقام ليس منعقدا لذلك إنما أوردتها كي أنفت أنظاركم إلى أهمية هذا الموضوع إنه يقرأ في الأدعية أسبوعيا في كل يوم اثنين في أدعية الصحيفة السجادية الدعاء الثامن والثلاثون من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده هذه الأدعية لي ولكم ليست لسجاد صلوات الله عليه اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر ومن ذفاقة سألني فلم أثر ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستر ومن كل إثم عرض لي فلم أهجر أعتذر إليك يا إلهي منهن ومن نظائرهن أعتذر إليك يا إلهي منهن ومن نظائرهن اعتذار ندامة يكون واعظا لما بين يدي من أشباههن فصل على محمد وآله واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات توبة توجب لي محبتك يا محبة التوابين هذه الأدعية كنوز كنوز ورموز فيها الكثير من المعارف والحقائق والمواعظ والحكم إنما أوردها على سبيل التوضيح وعلى سبيل ذكر الأمثلة والنماذج من النصوص المعصومية التي بين أيدينا التي تتناول هذا الموضوع ليس هناك من ذكر لهذا العنوان رد المظالم بحسب ما يطبل له أصحاب العمائم الطوسية كي يضحك على الشيعة وكي يشترط إجازة الحاكم الشرعي وإجازة وكيله ماذا أقول لكم يا أيها الشيعة والله أنتم مسخرة مسخرة ومهزة يا أيها الشيعة في مهج الدعوات للسيد بن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة هذه طبعة طبعة دار المرتضى بيروت لبنان صفحة ثلاثمية وخمسة وتسعين ذكر صلاة الصلاة لمن يريد أن يرضي الله جل جلاله خصماءه عنه ذكر صلاة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يمكنكم أن تراجعوها في مهج الدعوات لابن طاوس فهناك صلاة تصلى لأية غاية لمن يريد يريد من الله أن يرضي خصماءه عنه للمظالم التي في ذمته لخصمائه هؤلاء قطعا هناك تفاصيل في الموضوع المظالم المعنوية لها أسلوبها وطريقها في الكفارات المظالم المادية تارة أكون أنا الذي غصبت حقا من أحد بعلم وإصرار وأعرف هذا الشخص وأعرف مقدار المال الذي غصبته منه وتارة تصل إلي الأموال المغصوبة من خلال آخرين هم الذين غصبوا تلك الأموال لكنني أعرف الأشخاص وأعرف المقادير أعرف الأشخاص الذين تعود إليهم هذه الأموال واغتصبت منهم وأعرف مقادير الأموال ومرة لا أعرف الأشخاص لكنني أعرف مقادير الأموال ومرة لا أعرف الأشخاص ولا أعرف مقادير الأموال ومرة أعرف الأشخاص ولا أعرف مقادير الأموال لكل صورة هناك جواب أنا لا أريد أن أجيب عن أسئلة تتعلق بهذه الصور سأجيب عليها إن شاء الله تعالى حين أحدثكم عن العبادات المالية في الرسالة العملية الزهرائية الموجزة التلفزيونية في الأيام القادمة سيكون هذا البرنامج رسالة عملية زهرائية موجزة متلفزة إذا ما وفقت لخدمتكم في هذا البرنامج وكان الحديث عن العبادات المالية سأحدثكم عن هذا الموضوع لا لأن إرجاع الحقوق إلى أصحابها من العبادات المالية وإنما هناك خلط في الذهن الشيعي بسبب ألاعيب حوزة النجف بسبب حي لأصحاب العمائم خلاصة القول حينما تنظرون إلى هذه النصوص إلى كلمات أمير المؤمنين إلى أحاديث الباقر والصادق إلى الأدعية الشريفة إلى كل المعطيات التي عندنا ليس هناك من عنوان في العبادات المالية وفي الشؤون المالية الشرعية وفي المصارف المالية الشرعية ليس هناك من عنوان يقال له رد المظالم وحينئذ لا معنى لاستجازة الحاكم الشرعي في هذا الشأن لأنه ليس هناك من عنوان بهذا الخصوص هؤلاء كذابون محتالون يضحكون عليكم مثل ما قلت لكم من الآخر ما يقال له فقه ما يقال له علم ما يقال له دراسة في الحوزة الطوسية لا ينفع لا في الدين ولا في الدنيا هو مضرة وأذية يستعملونه وسيلة للضحك على ذقونكم يا أيها الشيعة ويستعملونه وسيلة لسرقة أموالكم مثل ما يشرعون الخمسة في زمان الغيبة في الوقت الذي أباحه الإمام وألغى وجوبه على الشيعة هم يوجدون لكم عناوين لأجل سرقة الأموال منكم بعض أصحاب العمائم يضعون مصادق لرد المظالم هناك عنوان معروف عند المعممين طفار البول من مقصود من طفار البول أن الذي يذهب إلى بيت الخلاء لا يكون محتاطا في التطهر من بوله أثناء التبول فهناك قطرات قد تقع على جسمه أو على ثيابه وهذا يؤدي إلى ترتيب آثار شرعية في قضية النجاسة والطهارة وفي قضية الصلاة وغير ذلك قطعا هو ليس متعمدا ولا يعلم بذلك لكنهم يفرضون عليه أن يدفع أموالا عن طفار البول هذا وطع البهائن هذه قضية منتشرة في العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه خصوصا في القرى والبوادي وحتى في المدن في الأحياء الفقيرة التي تقع في أطراف المدن هناك انتشار لعملية وطع الحمير يمارسون الجنس مع الحمير هذه القضية منتشرة في العراق وحتى في الدول العربية الأخرى هذا ما هو بسره أيام الحرب العراقية الإيرانية هناك الكثير من الشيعة أولادهم قتلوا في هذه الحرب وصدام كان يعطي أموال ويعطي سيارات ويعطي أراضي الذين قتل أولادهم في الحرب صارت حالتهم المادية جيدة فقرروا الذهاب إلى الحاج يراجعون وكلاء الخوء وكلاء الخوء وجدوا أن هؤلاء يملكون أموالا كيف يسرقونها فهينما يأتون ليخمسوا أموالهم عند وكلاء الخوء يسألونهم فيما بينهم وبينهم يسألونهم هل مارسهم الجنس مع الحمير هذه ظاهرة منتشرة خصوصا في منطقة الثورة التي تسمى الآن بمدينة الصدر هؤلاء كلهم جاءوا من الجنوب من العمارة والبصرة والناصرية وهذه ظاهرة تنتشر في هذه المناطق في كل العراقي من الشمال إلى الجنوب فأخذوا يفرضون عليهم أموالا بعنوان رد المظالم لأجل وطء الحمير حكاية طويلة هكذا يسرقون الشيعة صدقوني وهكذا يضحكون عليهم وإذا كان الأشخاص أكاديميين فإنهم يصورون لهم قضية رد المظالم بطريقة مناسبة لهم المهم أن يسرقوهم في الآخر يسرقون الشيعة بهذه الطريقة وبغيرها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر